ونصف نهار وثلاثين دقيقة ومرحبا يبقى أكثر من ألفين مشاهد فالم مباشر يتابعوا فينا من كل مكان في العالم تحية كبيرة لكم أستاذ أحمد الغربي هو أنا مش نجاوبك سامح في أنا أقول لك اليوم كلمك مياف المياس صحيح لأنه اليوم العالم كأنه على أبواب حرب بيردة وانقسم العالم إلى معسكري كما قبل سبعة وربعين واحد وتسعين حرب البيردة معسكر شوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي ومعسكر أمريكي وكذا اليوم نفس الوضعية ومواجهات تون راو فيها معنا سياسية إديولوجية ضربة عسكرية غير مباشرة أنا نقول لك اليوم مالورزمو تقريبا نحن على أبواب حرب عالمية ثلاثة هذا هو التاريخ ماذا يقول؟ تاريخ يقول أنه نحن للأسف نسير نحو حرب عالمية ثالثة الحرب البيردة هاي بوادرها فما انقسامات وهذا حتى فيه جوابا على سؤالك تركيا لا تتصرف من تلقائي نفسها فما استفاف بين دول أمريكا ومن معها روسيا الصين تركيا وغيرها من الدول اليوم العالم في اتجاه في مرحلة جديدة في تواصل جديد في بناء جديد انتهت المونوبول الدولة الدولة كيف يقولون فيها بالعربي معناتها الدولة الواحدة انتهى عصر الأمريكان اليوم نحن قوة جديدة صاعدة هاتي القوة للأسف نقولها ومعايا برشا محلين يقولوا نحن نسير نحن حروب عالمية ثالثة هذه هي ننظروا إلى المسألة من جانب معنتها صغير هل سيستقبل أردوغان المقاومة هذا قرار سيادي فقط لا ما هوش قرار سيادي هني جاوبتك على سؤالك هو قرار تتبعه مفاوضات واتفاقات بين الدول ربما كان ينجم يكون في الجزائر كان ينجم يكون موجود في الجزائر وهذا ممكن زادة حتى كان ما كانش في تركيا كان ينجم يكون في الجزائر وهذا انسي جامعة كنا يكونوا فيه ربما التحالف الدولية حبا من حبا ولا كلمة 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 هذه الواقعة الموجود طوي هنا سيد العميد توفيق ديدي حماس حماس بعد 7 أكتوبر حماس التي تفرض شروطها في المفاوضات حماس التي اليوم تعد رقم صعب جدا عسكريا ردوا بيلكم أكثر منه سياسيا هي رقم صعب عسكريا والمقاومة حماس يختاروا لها وين تحط المكتب السياسي متاحها أم هي عندها الموازنات متاحها واختياراتها وهي من تختار الدولة اللي ممكن تمشي لها حسب ما ستقدمه هذه الدولة والتحالفات اللي ورد دولة هذية فمحسابات زيدة تحسبهم حماس ما نقعده شو قوله من البلد الذي سيستقبل حماس فما موازنا لهناه كذلك حماس من البلد الذي ستقبل بأنه يكون المركز متاحها فيه أولا نساق بكل شيء من نسب الأمور اليوم رايي معاش نتكلمه على حماس اليوم نتكلمه على المقاومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية لست حماس رايي عندها عديد الأوجة وعديد الفصائل وكلها متجهة وكلها متحدة اليوم لأول مرة منذ عشرات سنين تتحدى المقاومة الفلسطينية في غزة وفي الضفة في سبيل هدف واحد وزيد مع هذية تتحدث اليوم مع بقية فصائل محمر المقاومة إذن العملية كبرت حماس ما هي إلا الوجه السياسي الظاهر يعني يقول من الفرنساوية لكن في الحقيقة راه العملية متشعبة أكثر من هكا وحماس فقط هي الصوت البارز الظاهر لنا أنه معناها تمثل المقاومة الفلسطينية لكن في الحقيقة ديما نرجع الكلام يلولني بكل رأي اللي تشوفوا فيه في قطر وحتى أفهم برشة الناس مثلا يحكيوا على فتح يقول لك قيادة فتح ماش موجودة في المعادلة راهوا لأنه يزمن نفهم مزيدا أنه فتح اليوم نوعا ما خلينا نقول وقعة تتجينها ورأوا فتح الحالية قياداتها الأصليين موجودين في السجون ولا يمكن الحديث على فتح كمقاومة معارضة للكيان مياه بالمياه إلا بعد خروج قياداتها من السجون هذية في إطار توضيح لكل من يتسائل خلينا نقول لها مرة واحدة راهوا القيادة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية موجودة في غزة اللي راهوا فيه كما تقولون أنت الرئيس الشرفي اللي هو يبلغوه على خاطر من يقود العمليات عسكريا وسياسيا هما القيادة الفعلية التي تقارع وتقاوم الاحتلال الصيوني سواء في غزة سواء في الضف هكو ولا إذن اللي تراه فيه راهوا هذيك الرؤسي الشرفيين صحيح عندهم كلماتهم عندهم مقوفهم لكن الحقيقة من يقرر هو يعني القيادة الحقيقية لقيادات الفصائل المختلفة الموجودة على رأس يوم السنوار ورئيس الأركان محمد الضيف هذوما هم اللاعبين الحقيقيين في المعادلة أصحاب القرار هم مثلا نعطيك مثال حتى لو حماس القيادة الشرفية هذه تقبل السنوار لن يقبل هو دخول قوات عربية للمراقبة من غير الدول اللي سندت القضية الفلسطينية يعني كل الدول العربية اللي مسندتش ممنوعة جي قواتها بشمريك القيمة بتاع القيادة ومن يضعه اليوم السقف اللي حكيت عليه هم القيادة الحقيقية إذن أنا أنظر الأمور كأني أمور شرفية فقط معناها بطبيعة حالي أنه يزمن وجه سياسي لكل حركة في العرب لابد وقتا لك أن بورجيما يقاوم كان هو الوجه السياسي لنسيج مقاومة كامل في تونس معناها من الجنوب للشمال للساحل في كل مكان لكن هو كان الوجه ظهر وكان يتكلم بس المقاومة هذه كانت موجودة هذك عليش اليوم ها والتاريخ عطاهم حقهم معناها نتكلم على فهمتني على لسود وعلى دغباجي وعلى الناس اللي قادت فعلا الحركة إذن أنا راههم الحقيقة راهي في غزة وانا المرة هذه قاري درسه ولن يتزحزحا ولو يبادوا عن آخرهم هذي شعب صامت دفع ثمن غالي ومش بش نجيو اليوم وقتا لصايي معنا الأمور وصلت إلى يعني نهاية المطاف بش نجيو نترخاو ولا نخسروا سياسين كما خسرنا نقبل وراه قدش مرة قلت راهبش الآن بش يجيو حاولوا يسرقوه يحاولوا يسرقوه الانتصار هاوك بدأوا بالاقتتاع في اليمن بين الأخوة ريت حذرنا منه ولا سماح ماتوا أربع ضباط من الجيش اليمني قتلهم أخوان بش تفهموا العملية الخبث وال يعني هالكيان السرطاني الملعون اللي راههم ما يتقن كان لغة الاغتيالات والنميمة والدسائس والغدر باش بالسذاجة متاع بعض الأنظمة والحكومات العربية اللي توا ما فهمتش العملية شنية بالضبط رغم التحذيرنا ورغم اللي قلتكم راهوا باش يلعبوكم مع السنة الشيعة و باش يحطوا القيادة العرقية في حرج وقلناكم راهوا راهوا من عام 88 قالوا سنلعب على نقطة ضعفكم نقطة ضعفكم اللي فيها انتم مقسمين أصلا راكم دين لكن مقسمين وتكروا بعضكم متحبوش بعضكم ملعبونا غديكة وقسمونا وهلكونا وشكون يحكم في سوء يعني يا أخي إلى متى هالساذجة عليش أن نهار كل نعيت على الخبراء وعلى الحقيقيين يفهموا الشعوب حقيقة ما يدور لأنه هذا كان يخوف من الصحاينة يقول لك مدامهم راقدين خلنا لعبوا بيهم مدامهم سدج خليننا نبلعو خلوهم يبلعو الطعم ردوا بقى لكم مرة أخرى نقولها راهوا راهوا ضمى ناس لا يتقينون إلا هاته اللعب ناس يلعبوا بالمال و بالمال و الضغط السياسي يعملوا اللي يحب موعز عندك تعليق اي بالنسبة للظفة الغربية نحكيه على حركة فتح جمعتين لتالي قلت حماس سوف تسارع بعيادة أحياء منظمة تحرير فلسطينية بالمفاوضات اللي بش تضم عديد الكفاءات عديد القيادات الفتحية فتحوية وذي رأوا حاجة بش تصير وذي كالي بخايفينهم متى سيش شون شون يقضاع المقاومة في الظفة الغربية هي عمليات التنسيق الأمني اللي موجودة ما بين الحكومة والاستخبارات الفلسطينية مع الكينسيون وعليش دي معناه في غزة من نجموش يتحكموا فاقة القاعدة المقاومة قايمة أما بالنسبة للظفة حاجة أخرى اللي دمر المقاومة هو التنسيق الأمني نرجو حنا شوي على الحروب والتركي تركي أولين من نساوش اللي هي عضو في اللوتان حليف الأطلسي من نساوش اللي توا اللي الصراعات فمزو الصراعات كبيرة قايمة توا اللي هي حرب غزة وحرب أوكرانيا ومن نساوش اللي توا فمع عديد الدول منها الصين وروسيا كل شي القوا اللي هي فرصة لإعادة التوزيع الجيوسياسي في العالم شوفناهم اللي خدموا على الاقتصاد بخلق البريكس شوفناهم بدعم يحبوا يخلقوا قوة كبيرة قبل نعرفه وحنا قبل نعرفه كان فما حلف عدم للنحياز وحلف بارسوفيا وحلف الأطلسي هكي ولا ليه توا قاعدين نحن شوفوا في إعادة تصوير الانقسامات هذية أما بش تكون مش عسكرية برك بش تكون عسكرية واقتصادية ولهناء المستهدف هو النموذج اللي كان القايم على العالم إلى هذا اليوم اللي هو تقود فيه أمريكا والدول الغربية لهناء رأوا فما الصراع يتجاوز المعارك على الميدان الصراع ولا في إعادة صياغة خريطة جديدة للعالم اشتركوا في القناة